وداعم بشكل كبير لمشروع طرح هذا الرجل هذا هو جيم بانكس رئيس لجنة الدراسات الجمهورية لأكبر تجمع للجمهورين المحافظين في الكونغرس الأمريكي وضع مشروعا عنوانه حملة الضغط الأقصى حملة الضغط الأقصى هي طبعا عنوان العقوبات اللي فرضها دونالد ترامب على إيران لما انسحب من الاتفاقية النووية باختصار شديد جدا أنه هذا المشروع ديسعون الآن إلى تمريره من أجل طبعا يعني أن يجعلون جو بايدن خلص يرفعون من عنده الصلاحيات وبعد ما يقدر يرجع للاتفاقية النووية ولا يرفع العقوبات عن إيران مثل ما هو يريد ومثل ما هو ينتلك الصلاحية الآن أن يسويها لهذه القضية وبالتالي جو بايدن يصير فيه موقف صعب جدا أنه لازم هو يرجع للكونغرس الأمريكي من أجل أنه خلص أنه هذه الشروط وإيران وافقت على كذا وكذا وهذه الأمور والمعطيات والكونغرس لازم يوافق يلا يرجعون للاتفاقية النووية خلص تقييد كامل لجو بايدن الآن مثل هذه المشاريع مررت أو عرضوها وطرحوها الجمهورين في السابق وحاولوا كثيرا في أكثر تقريبا من ثلاثة مرات أن يمرروها في الكونغرس ولكن لم ينجحوا هذه المرة قد تكون مختلفة كون أن عامل إسرائيل موجود وعامل إسرائيل هنا يعني على الرغم أن الديمقراطين والجمهورين دائما هم مختلفين بيناتهم لكن من تدخل إسرائيل بالنص توحد وجهات النظر هنا خاصة وأن مايك بومبيو الرجل يعني فيه كلامه تحدث عن الأمن القومي لأمريكا والأمن القومي لإسرائيل وركز فيه كلامه على هذا الأمر وهناك أيضا تعديل مهم سواء جيم بانكس أي هي إضافة بسيطة على الإطناع الشرط اللي موجودة في حملة الضغط الأقصى في هذا المشروع اللي يضغطون من أجل تمريره هي قضية حقوق الإنسان إنه إيران لازم تحترم حقوق الإنسان في الداخل الإيراني وهذه نوعا ما تداعب الديمقراطين وتحرج الديمقراطين في نفس الوقت إذا رفضوها لأنه هذا أمر يقف ضد مبادئهم ضد مبادئ جو بايدن فلازم يعني هم مضطرين على هذا الأمر الآن بالنسبة لهذا القرار كذلك أمريهن إحنا كعراقيين إنه هذا المشروع إذا وصل إلى مسألة فعلا يمرر ويصبح الكونغرس يمتلك كل هذه الصلاحيات وجو بايدن تخلع عنه هذه الأمور ويفقد ويقيد بهذا الشكل فهناك خمسة ميليشيات في العراق ستكون تحت المطرقة بالنسبة لهذا المشروع ومن المرجح أن تعاقب في الداخل العراقي كذلك إنه أيضا الحوثيين سيكون أيضا تحت المطرقة وسيعودون إلى لائحة الإرهاب من جديد وبالتالي وكأن شيئا لم يكن وكل التحركات اللي سواها جو بايدن لم تأتي بنتيجة وهذا لأنه مثل ما قلنا لاحظوا بأن جو بايدن ديريد يرجع للاتفاقية النووية وديريد يرجع إيران ويرفع العقوبات عنها وهذا أمر ضد مبادئ الكثيرين حتى البعض من الديمقراطيين يقفون ضد هذا الأمر وأيضا في ظل أن إيران فاجأت الجميع بإعادة منشأة نطانز رغم الهجوم اللي سواه الموساد الإسرائيلي والكلام أنه صار دمار كبير ولن تخصب اليورانيوم الآن بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعادوا إضافة أجهزة طرد مركزية متقدمة أضافوا ستة مجموعات من أجهزة الـ IR2M أجهزة طرد مركزية متقدمة أي ستة مجموعات معناتها 1044 جهاز طرد مركزي بالإضافة إلى مجموعتين من الـ IR4 اللي هي تصل إلى 348 جهاز طرد مركزي وهذا طبعا كافي جدا أن يوصلهم إلى الـ 60% فنيا لأنه هناك كانت شكوك أنه ما يقدرون وهذا بس إعلاني اللي يسووا الـ 60% لا أصبحوا فنيا الآن جاهزين بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما معنى الحديث عن الـ 60% أصبحوا واقعا ومعناتهم على بعد 30% من القنبلة النووية وهذا إذا ما طال الأمر فمعناتها إحنا أمام مشكلة كبيرة جدا من حقيقة صدامات أكبر بين إسرائيل وإيران أو حتى كانت على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الضغط من قبل الكونغرس الأمريكي اشتركوا في القناة